عشر دقائق فقط هي المدة الفاصيلة بين كل حالة وفاة لطفل في اليمن بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بحسب منظمة اليونسيف للطفولة إسهال وسوء تغذية والتهاب الجهاز التنفسي ودقائق معدودات عوامل باتت كافية لتسلب فيها حياة في ظل حكم الميليشيا فضلا عن تفشي أمراض أكثر فتكا كان قد تخلص منها العالم واليمن قبل عقد مضى كالكوليرا والحصبة إلا أنها وبفعل الحرب عادت مليوني طفل يمني يعاني من سوء التغذية معدلات هي الأعلى والأكثر تصاعدا من أي وقت مضى بحسب البيان الذي أضاف أن صحة أطفال البلد الأفقر في الشرق الأوسط لم تشهد مطلقا مثل هذه الأرقام الكارثية التي نشهدها اليوم خمس محافظات هي الحديدة وصعدة وتعز وحجة ولاحج تظهر فيها أعلى معدلات سوء التغذية الحاد في حين تسجل محافظة صعدة أعلى معدلات التقزم بين الأطفال على مستوى العالم إذ يعاني ثمانية من أصل كل عشرة أطفال في المحافظة من سوء التغذية المزمن في نسبة لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر